مهرجان الشباب للأفلام هو مهرجان فني يقدم عروضا لأفلام سعودية تحمل فكرا ثقافيا ورؤية فنية في إطار تنافسي شريف يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع مرسخا بذلك الثقافة السينمائية وداعما لصناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية طبعا من خلال هذه المهرجان نقدم مسابقات مختلفة عندنا مسابقة الفيلم القصير أيضا مسابقة الفيلم الوثاقي بالإضافة لمسابقة الطلوة لإتاحة الفرصة خاصة أنه يوجد الآن لدينا في بعض الجامعات في المملكة قسم خاص الإنتاج الإعلامي وإنتاج المحتوى الإعلامي بشكل عام بالتالي أتى هذه المهرجان ليكون فعلا نواة لتكوين مهرجان سنوي أيضا ليكون نافذة لإطلاق الطاقات الإبداعية الشبابية صناع الأفلام في المملكة العربية السعودية يعدون هذا المهرجان تظاهرة سينمائية ومكانا يجمع النقاد وكتاب السيناريوهات والمخرجين لتبادل الخبرات والآراء والأفكار لرفع مستوى صناعة الأفلام في السعودية وجود المهرجانات هي عملية تعارف أشوف ماذا تقدم نشوف الأخطاء اللي بيننا نشوف هل هذه الأعمال مفيدة لكن هي بالمحصلة بالكل هي مفيدة بالنسبة للمتلقي هذه واحد الشيء الثاني هي والتجمع مهم جدا بالنسبة للي يعملون في العمل السينمائي خاصة من صوريين من سيناريست من كتاب من مهندسين ديوكور مهندسين إضاءة كل هذا يفيد بالنسبة لهذه التجمعات يعني المهرجان هو زي المؤتمر بالنسبة لأي قطاع آخر بالنسبة في مجال الحياة يعني كانت طبة وكان في هندسة يكون فيه مؤتمرات تتعلق هي ذا سيم يعني هي نفسها المهرجانات هي تقدم بس هنا ما تقدم أوراق بحثية تقدم أفلام قاعة العرض شهدت صولات وجولات بين مشاهد الأفلام ومخرجيها حيث أبدى الكثير من الحضور آراءهم وملاحظاتهم حول الأفلام التي تم عرضها فيما استمعوا من ناحية أخرى إلى ردود المخرجين والذين تفاعلوا معهم والله النقط الجمهور له رأي كبير لأنه في الأخير الأفلام بتصنع عشان يجلس الجمهور ويتفرج عليها فطبعا لهم رأيهم لازم يكون له وزن فطبعا أسمع الانتقادات أحاول أن أستفيد منها بعض الأحيان لي أنا رؤية لأن هذا عمل فني في الأخير فليها رؤية معينة فهذه الرؤية برضو تلعب دور في الأخير أنا لي طريقة في صنع العمل هذا أتعلم الانتقادات بس برضو لازم أكون عندي مستقيل أوصل رؤية هذا للجمهور ثلاثة وثلاثون فيلما تشارك في مهرجان الشباب للأفلام في تظاهرة سينمائية تستهدف إعلاء القيم الوطنية وبث روح التنافس بين صناع الأفلام في المملكة العربية السعودية لقناة اقرأ عبدالله حامد جدة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر